و لا تلهيك السلام باشتحي القلب الرشي بذكري الجلالة من موتا و لا تساه يا ليلى و قضت على نبي على در سبي قالوا لي في الجمال مولاي عليك رشام يا ليلى وقضت على نبي السلام عليكم لغزالة ديالي والحباب ديالي كنقول لكم فيديو جديد ونهار جديد وفرحتي كبيرة بالفوز المغربي وكنت تقدمت لي هومات لغاتو غلاسي قبل ما يربحوا وكنت عندي امل في الله سبحانه وتعالى انهم غير يربحوا وغنهدي لكم هات القوة اللي كيجي رائعو هات طبلا فحبابي كنقول لكم كتنسوني من الله يقولي الشراك وبرتاج والحماس ديالكم يعني اتفعل ديالكم بل ينقص فكنت اكثر من جديد باش انكم انتقامت وازنة معاكم ولكن صراحة انا ربنادم كان اياه فكما كنقول لكم دائما اتفعل ديالكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبي اجمعين احبابي ارا كنقول لكم اعطاني الكوغاج باش نقدر نعطي كتر وكما كنقول دائما في فيديوهات ديالية راني كنعطي كتر من جهدي باش نزل لكم وصفات اللي في المستوى واسس محل البنات راني شوية مريضة يعني لكم حباوك تعرفوا هات الجوء الوليدات اللي شافي جميع المسلمين يا ربي امين وهم ذو حبيباتي بهذه الوصفة اللي كترعات لنا من قدمتهم الختمالين بركات وعجبوها وكذلك ضيوفي يعجبوهم اي احد كدوكم عندي كي يجبوهم كان ناخد هنا تقريبا عندي تقريبا كيلو مع كامل ديال تقريبا 600 قرام بالضبط ديال هنا صدر الدجاج كان وضع معاها ورقة سيدنا موسى وزعتر هنا دياجة كان في القناة وكان بغيت نعودوا اللبنات باش يجعون الفيديو كامل هنا مكمول كان دير زعيترة وكان دير ورقة سيدنا موسى الملحة والبزار فقط وغن دير البويون يعني الماء وكان نحك انا واحد جوشسس ديال التومة لان هات البويون من غي طيب الياس السدر ديال الدجاج غادي نحتاج ذاك البويون دياله كان صفيه وكان ناخده واتشوفوا تنوا شنو كن ندير به فتا هو كتستعملوا هالبنات سافي كتحكوها جوشسسو التومة وكتديروا البويون ديالكم يعني الماء اللي غادي تسلق فيه ذاك الجيسس ديال الدجاج ديالنا هنا ذا الغرض ديالنا هو عالي تصدق وكما قلت لكم اراني منزلها مع اختي مريم براكات في الفيديو في رمضان ومنزلها في فيديو مستقل هاد البوصفا هاد السيجار اللي كيجو كخان شيتا وما كيجو رائعين البنات احنا كما قلت لكم زرت المال كافي اللي غادي تسلق لي فيه ذاك الدجاج وهنا عندي عندي بروات قريبا جو صغارات وعندي بصلة خدارية ولي ما عنداش البورو تدير بصلة خدارية وديرها لقصب ديالها فدروري هاد البوصفا كتغير بورو والبصلة خدارية هاد البوصفا كتغير بزهر ومليحة وغندير يما تديرو الزبدة يما تديرو الزيت باش غا تصوطي هاد البصلة باش كتغير وكجيو حد فضاء هنا انا ندرس الزيتون وكيما قلت لكم حتى الزبدة قدوا تخد مباركة جيزوينة صافي غا نحطت هاد السيطة وبرش الطهلية هنا صافي هاي البصلة بعد ما كتغير بورو هاي البويون هوا هزيز الجاج ديالي وذلك البويون هنا غادي نطحنه في الهاشوار وهذه البويون غادي ندير فيه جمحة لديها للتقيق وغادي نخلط الكل أبغيته تصفيه قبل وديره انا كنخليه حتى كنصي بويون انا هناك نخليه بحال شكل باش كمال هو البويون وهذا البنات كيهجبني انا نخلي اذوك الورقة ديال الزعتر وتحيي الناس ديال تيزنيت صافي هوا كينا بحاجة كيما يكن تقلو كاتبقى تحركوا بدون توقف باش محا تكوش كتوكوتولاتو هذوك الورقة شو وانا هنايا غن ندير صفاي وغمضا نصفي بحال هاكا شو البنات كي بديت صفا معاكم حال هاكا يا وكتحيدوا هذوك الشوائب اللي كيبقى مثلا لما بغيتو مش مش ميجوش هاكا بيني انا ديال تركتي في تصفيه ما كان صفيش كيكون بوين يعني ما حتى كندير طقيق وكنتقلو عاش كمضا نصفي هاكا مش كيبال ليه كل شي هنا صفي تحانت رمضا نطحن في الدجاج ديالي كما كتشوف خسوجه هاشي بحال هاكا وغاد نتطح نطحن هنا كوش هاكا بشامي ديالي واجد ابل الى اكرا الصوس لطيبة فيها وهنا یہ عندي واحد مئة جرام ديال فيمة لادانت جنبو غادة اتوقن هاش شي خان العادة نتحن سوف يكون شي كتد تطحن يجال اتشكي له هادا بش كديكم سهل الحص هنا كمدر ناخد من هذا الاخر وانا كان خلطه ديالت وعيني كوم ميزانكم كتقدو دول كنتي كملكتقدو دولو هالا فهنا انا غد شطي واحد شوي الكنتيه ماندي راج كاملة سوف يكن يحرك وغنزد البصلة والبرو. وباش ينسى جميع قوشي. هنا ما تحجل لفرماج لولبنا. ترى اقتصادية وزمينة. سافي هنا كنناخد الورقة ديالي كقطعة متلاتات. وهنا كنناخد ورقة كقطعة متلاتات. وحندي سافار بيضاء. وعندي لاشابلوغ اللي وريتكم ديال الشينوى. سافي كنناخدها كنناخد الجهاز السردى التحت والجهة اللي ما بده هناش كتكون الفوق. كننضير لها بحلقة كي ما كتشوفو. وكندر هكا وكنسد الجوانب هكا اعلى. وكننغمسها في البيض. بالبعض ممكن نكمل كونتيتي كاملة. هتشوفو فاش غنغمسها. واحسن قطعة متلاتات تخضر ورقة كبيرة. وقطعة متلاتات بحركة كديس سهلة. ونرى الوحدات اللي لابنت. وانا اخدامها باش كنزيرهم. تقريب ان نبقى سكر الجوش تلين. وانا اخدامها بايد وستسمحها البناس. انا اخدامها بايد وحدة وكنصور بايد وحدة. كما قلت لكم يعني معروف كيفاش كي تسب سيجار فانا دائما كناخد الورقة كبيرة وكنقسمها الاربعة. وكاستنمو ثلاثة اربعة. وكما قلت لكم المونتي فيها. كديس طريقة زوينه كي يأتي السيجار ديالكم. هنا سوف ناخد جوش باياد بايد. وهنا تقريبا شي جوش اللي لابنت. وانا اخدتها مفتيو. ادي بوحدة يتشك لكم. محطيش تريبي وانا نصور. سوفي كتحطوه في البياد البيض. ومباشر كدوزو في لاشا بلوغ ديالاروز. صراحة لاشا بلوغ ديالاروز كي تقرمش اللي زوينة وكي تقريب لون دهبي للسيج حتى نكملها كونتيتي كاملة اللي عندي. وكن نضعهم البنات في البواطن اللي كتكون محكمة لغلق. هاي بحال هادي. وكن نضعهم في كونجيلاتور اللي كتقن سدوده ما يدخلها لتلج لاواله. صراحة لنا كنكمل كونتيتي كاملة اللي عندي. وهنا بزوين البنات كي يبقاهم زيانين. كنبدوهم دائما انا كنبغي نحتاجهم صواء في رمضان ولا في رمضان. ولكن يجبوا عندي الضيوف. كنجونهم خمسة دقيقة قبل. وكنديرهم يتقلوهم في حافية مهيلة. وهنا الب الصباح. سوف نجد معكم هات القاتو اللي وجدت بحالها. لغتي ابتي سمجات تحياليها. وجدت لها دوستي وجدتها. هنا دائما كنلعب نفس القاتو غلاسي. خاصة اللي كتكون بالفراز. يعني انا كنلعان ديكور داخل اللي كنبدلوه. هنا درتها بلان سيخد الفراز. اللي كدير بنت الليدة الليدة ورائعة. وهنا كنت غير نقدمها للمنتخب المغربي. وكانت عندي تفاؤل كبير بأنهم ربي سبحان و تعالى غادي يربحهم. والحمد لله ربي ما حشمنا. وربحنا ضد المنتخ الاسباني. يمكن قول دائما مغربي يا ان شاء الله. ونتمنى يا ربي كما كنت استاذ قولنا البرس وقال ربحهم يا ربي وتكون مربوحها يا ربي امين. هنا كما كنت شوفوا. عندي 80 جرام ديال سكر ساندة. وعندي 300 جرام ديال الفخيز. وهذه راديجة منزلة لكم. هل عودتها بجدخل في الفيديو. باش البناس ما يبقوا قلوبة على الوصفة. اي حاجة كننزل لكم قبل. هنا عندي واحدة لاتة الورقة ديال جيلاتين. اللي كنغمسوا محتومة في الفاء. وهنا سنأخذ بلانجور دي تحل الفخيز بعدما كنغسل ونقطعه. معزل لدي 80 سكر ساندة. وكاتبقى لكم السكر ساندة او السكر على حسب الضوء. واش كاتبقى حواء او لا. فهذا المقادر اللي كنا نعطي لكم تأتي كتنا سيسكر بيه يكلون. كاتبقى. كاتبقى كاتبقى. هنا كتبقى الفخيز فوق فوق الكاسرول وكتبقى فوق البطاة. وحاولوا هنا البنات. إذا كنت لا موزتها في كادير. هنا كنت أخذ الكادر ديالي على 20. لكي يكون صغير من لاجيها. جينواز ساعة سنتيم و نغلبه بالبابي سلوفان لنزيد الجيلاتين و ندخل درجة المطبوخ لنزيد منجلاتور البنات دائماً لنساعدوا الوز و نساعدواها قبل ساعة 3 تسويين لن تبرز معكم جينواز و الكريمات و نساعدوا البنات نساعدوا الوز و نساعدوا بيضاء و سكر سانيدة و زيت نباتية و حليب أولفاني سائل ايوز احسن البنات و نساعدوا المعادة في الجينواز و جمعها لكاكاو المر و تقريباً ملقة صغيرة تقريباً 3 جرام ل 4 جرام من الخمير هنا كما قلت لكم نزيد 4 جرام من 3 جرام من الخميرة الحلوة هنا كنا قلت لكم نجيش معلقة ديال هنزا ربس هات المقطع لاننا صراحة باش ميجيكم مش فيديو كبير و تاخدوا المعلومة كلها و كما قلت لكم انا بغيت شو قديروا قاتو غلاسي بلان ساعد خيز بنت اومجاد غادي تلقاوه اللي بغيت الوصفة ديال قاتو غلاسي غادي تخيها وصفة مستقرة و تاخدها كاملة هنا دخلت لكم الفيديو باش تجيكم ديالها سافي قلت لكم داع جوج معلقة ديال التقيق و درت خلط الكل و سافي و سوف نوضعهم في السايركل ديالي لدائما البنات كان غلافوا انا بالبابي سوفان فالبنات تجربوه البنات و اعجبوه من طريقها فقدروا اللي يشاف كبارة البنات لان الفران كتكون يجب عليها لعشرات دقيق سافي رضغية توجد معكم هنا كناخد الفويتين اللي كنقوم بقرمشة البنات اه صراحة كناخده من عند عبد الكريم اللي احدايا هنا معروف البنات في محمدية عندو سلعرغند اللي كنقوم بجولة في الحوان و ما شاء الله عندو دك شي واعر البنات و معروف كيما كتكون في محمدية تحيالي كبيرة صراحة و كناخد اللوز ديالي و للقرقاء اللي عندكم سافي و كتخبيوه بحال هكا في على الطبقة كتكون الطبقة زوينة الجنواز كتطيب مع الجنواز ديالكم هي ها ديالبنات كتجيب حالك و مني كيبدأت تكلفة الحلوة ديالك كتحسي بدك الكوكون بنات هنا عندي واحد مئة وثمانين جرام ديال القجدة الطارية و عندي واحد تلتميات ميلي ديال القجدة الطارية هنا يا وهنا كتبقى في باردة هادي كل أخرى كنسخرها هنا عندي واحد ثمانين جرام ديال السكر سانيدا واحد جوجو و القد الجيلاتين و عندي واحد ثلاثة سافار بيضة باش غنصيبو الكريمة الانجليزية لبنات سافي هنا كنتنى الحليب عريد فالية يعني هكتول الكريمة كتعطي واحد للفقاعات سافي كنهزة من فوق البطاعة عكس الحليب هنا كنضيف ذاك الفاني ديالي السائل و غننخلط سافار البيض مع السكر سانيدا كما قلت لكم وهنا لابنت لكم القتلة شوية كتاقضوا من الكريمة باش كتساعدوا البصافة البيض بانه يدغي يدوب معاكم و ضروري كنقوموا بها القادية و كما قلت لكم هل ناخد واحد شوية هنا الكريمة كبدت كتقالية سافي نخليها بسخن وهنا البنات حاولوا تزربوا باش ما يطيبش لكم اللي بايضة البنات فكان هدر دائما مع البنات الممتدئات و باش ما تعطيكم شو واحد الكريمة اللي ماشي ليس كتساعدت المماء اللي حرشة حتى لا كليون ديالكم ولا الناس ديالكم الضيوف وكلاوة كتحسوا بالكريمة حرشة فعكس انا كنخدمة بخوفي سيونين كتساعدت الكريمة را كتب لكم نشوفوا انها ارتبة والحمد الله انا عجبت خسية عجبت الناس عجبت الناس عجبت قال لي كدوقها عندي فانا صراحة شفت بعض الناس انهم تصيبوها ولكن صراحة جتهم طبقة اللي انا دقتها لهم كتحسي بواحد الحرشية كتكون في الكريمة وهدا والاسباب الاخطاء اللي كتوقعوا فاهم انها هنا البيض كتخليوا شوية كي طيب صافي هنا كتحولوا مباشرة هنا من البول الكاسغول وهنا البيض صافي هنا را وجدت معايا وهذه اللي بحض الاسباب الاسباب بالنسبة الناس اللي ما عندهمش ترموميت كتدري بحركة بسباتول وكتجري انا الخط مخصوش يرجع معاكم كتكون هنا يا صافي الكريمة وجدت صافي هنا كنغمس كنعصر عفوان الجيلاتين ديالي وكنزيدو الخارج ديالي وانا كنحرك صافي وكنزيدو الخارج نحطه فوق البطا كتحركم جيدا البنة ميلا قطع الجيلاتين بانها سيضط هنا دعوان خرجت لجيلاتين ابنت كندورها بموس من جناب وسيفي مباشرة كنحيدها من السركل دياله وهو ابنت ستقول لكم كنجب تحيد ملت يحتيتين لم يتصق لكم فلاج هنا هنا 300 غرام او ميلي ديال الكشدر اللي باردة مزيان كنترى بها جيدا البنات حتى كتولى ليه مونتا البنات و هنا البنات تعمت انني بعد مباشي صبعي بش نوريكم حتى انتم ما غادروا هاد الاستيوش ان كتتاخدو صافر البيت كتخليو ياخد دراجة لمطبخ وهنا صفي ما كنتنطرى في الكريمة ديالي حتى كنغمص الأصبع ديالي في الكريمة وانها لقاها باردة يعني دراجة لمطبخ ها باش كنتنطلع في الكريمة ديالي اي القجدة باش انها كتنجح معاكم الكريمة الانجليزية صافي هنا يا كدو تربو فاشو المونتا يعني مش تكون مرخية كتكون شادة في رأس الكريمة باش مني كتخلطوها كتعطيكم واحد القوام مني متجانس صافي هنا كنتنطر بشوية بشوية وانا كنضيف الصفار البيض الى الكريمة ديالي هنا صافي هادية وجدت لي بعد ما حيتها من المون هايا هنا وجدت واحد المون واحد اخر دلت لي ساوا البابي هاول انسيغ ديالي اللي برد ليه شتو كي يبرد وهنا الكريمة ديالي الانجليزية يعني واج دا البنات فكن نقول لكم اهم حاجة هنا تكون لها انسيغ باردة بزاف ويدا الفريز كتوجد كما كتلكم انا صيبتها مع الربعة وبديت كن منطف الجنوازة دا مع ثمانية للين يعني دروري كنوحة الفرقة ديال دا باش كتبرد مزيان كما شتوها ودروري كما كتلكم تخدموا اي حاجة بقلبكم وتخدموها بروفيسيوني باش في النتيجة الاخرى تعتلكم داك الشي اللي بحالك تشوفه في مخبازات وكما غتشوفوها معي انا كما قطعتها وانا فرحانة قدم ضيوف ديالي او قدم اصحابكم وكما كنتم رأسكم مرفوع لانا اي حاجة شتوها عند اي يوتيوبر او اي عندك الانسان خدموها بحاله مش يتنقصوا منها او تزيدوا منها باش تحصلوا على نفس ذيك الحاجة وما تخسروا داك المقادر فانا كنقول بعض البنات كنصي نوريهم شي حويج ولكن كيبغوا يزيدوا ولا ينقصوا فما كيحصلوا على النتيجة اللي كان حصل عليها وهذه بنا قوسين بغيت نوضحها البنات اللي كيسولوني في الخاص صافي هنا اخذت المول ديالي عشاء انا من تعلمت هذه البنات تعلمت من الاساسي دا ولم المعلمين تنقلهم تحية كبيرهم تعلمت دكشي اللي اعلموني والحمدلله انجحت في حياتي في الوصفات ديالي صافي هناك تقريبا كتدر المواتي ديال الكريمة نيشا هناك تكون من هالسلوفان مش كتجيهير السطح ديال الوجه ديال القاتو ديالكم تقريبا كما كتلكم كتجي المواتي ديال الزلافة جي مواتي للتحت ومواتي من الفوق يأتي من الانسر يأتي من الوصف منهم ما باش ميجيش بين لكم باش يجي منيسا تقطعي كتبال لكم كريمة من الفوق والوصف للانسر والتحت كتبال لكم كريمة والتحت كتبال لكم العجينواز فقدنا نوريها لكم في الاخير من قطعها صافي هناك نحاول عرب شوية للناس كتحيدوا للانسر ديالكم الدقيقة يطلع معاكم ونضروري كتخدموا بالبابي سولوفان كيساعدكم الناس بزاف انا كتجيني حمراء لانسر ديالك لاموس اللي كانت ليه صافي هناك كما قلت لكم اتخذوها الوصف وكيبقى الجوانب شو يعني السر كالهن درته 23 والجينواز 23 ولي كان لانسر درته 23 كيكون صغر من الجينواز الكريمة صافي المتبقي اللي بقى كنخويه فوق منها وكنحاول ندرك السطح بسباتيول كندرك السطح كامل كننسرح لي ديك سباتيول صافي كما قلت لكم كتخدموا بحال هكا وهنا ضروري لاجينوازة البنات هي كتحطوها هنا بعد ما كتأكدوا انكم صافي خويتوا الكريمة كلها شوفوا الطبقة هكذا كتجي مقرمش هالبنات كجي رائع هالبنات صارح هذه جربوها وبخصوصا من هاد المناسبة دي الاخر السنة اللي كيبقوا يصيبوا الكاتور جربوها دي واردوا علي فتعليك كيف اشجتكم رغم كتتخدش هالبنات ما قادر بالزفرة هارخيثة كتطلع ولمشي تبقى تخدوها في مخبازات والله تتخدوها ما بين 350 درهم وعن تجربة انني سوت بحالي يالي القتاب 350 درهم هذه في مخبازات اللي كتكون يعني متوسطة اما مشيتوا الموسطة ومواصلة تقلها ما بين 400 وهذا لانك يقول لكم مخدومة وانتي يخدمها في دارك وكي ما تكون يشاف في دارك على ما تتحجتك المقادر بزاف سفي هنا بعد ما كان حبل جنواز يالي كان نغمسها يعني كان نخشيها باش يخرج لياع دي الجواني بدي الكريمة ديالي باش كندرقها باش كتكون بان كلها مدرقة تلاج جنواز كتدرق ودائما كان قلقات بالعيوب هكا بلاج بسباتيول ديالي باش يجي السرطة لحضيركم كله متساوي واخذكم بقى ما تدرقاتش بالقلاساج انه هاتج متساوي كنقلكم انا دائما كان نخدم بقلبي سواء الضيوفي سواء نخدمان شي حد ولا هدي فدائما اي حاجة سواء فلا كويزين سواء فلا باسيسغي كان نخدم بقلبي والحمد الله بشاهدة الجميع اللي كي ياكلها واللي كي يصحبني شاريها من الزنقة فالنس كتفاجأ بزاف خوصا من كي يشوفوا الفيديو فهنا بعد المرات سرا كنكون دائرة الفيديو بطمرة لله هنا كان طالب واحد الاخت قلت لي يعرفك مني قلت نزليها سيفتها سيق انستغرام قلت لي ينزليها لنا وهنا مباشرة صافي بديت في المالح لدي وجود بس نصيبه بس طيلة صغار اللي كيكونوا اقتصاديين اخليت اول حاجة كيلو ديال هنا عندي ديال الكوهوفات اللي اخدي اه اه نقيته وخشيت اه اه اخديت له هذا القشور دياله اللي يقدرت ساهم فعلهم في الماء وتقريب نتجون فرشا دقيه باش كناخد الكليويس كهذا البوين دياله البنات كان نخدم به هنا وكان نخدم به مني كان نسيب لاشو بشي نواز او لاش حاجة ديال لحوش البنات فدروري انا ما كنلوحوش وهنا بالنسبة لي اياه ديال عندي اه اه انا ما كنبغي نبخر دوك اه القشور دياله البنات كنخليها هاكا ما كنسلقوش وكنكرمو وكنطحنو اما لاسلقوش كتبشي لكم داك الفائدة اللي كتكون فبعض الاخوات كيغلطو كياخدتاك يسلقوك ياخدو دوك لحشف دياله يعني يقشولو كيضيرون فاللو كنقول لكم الله خاصو يكون باقي في دوك البقايا داخل سبحان الله كيكرمو فيه وكيطحنو بشكي اعطيكم داك فغي البودرة ديال القامرون هنا عندي واحد ببيت كالامار كما اشتوه وهذا دا جامعة جامعة كيجي بنينا البنات فالبسطيلات صراحة كنجيبو ما كنحش مني اشتواخد فيه كيلو وكنحيد لي هات العين البنات في تامارة فهي كيكون في واحد البلاستيك ويكون في واحد شوكا فمن اذا درتوه بالشوكا دياله كيجي واحد ما درق خيف في البسطيلة وكيعطي كيبقية تغزاز من سبلك ليون ديالك فهنا وريدكم من البنات انه ضروري كتحيدو لديك العين فهي تشوفو في الاخر في الاسياء ديالي ضروري كتنقي وهو خون متعب شوية كيشد لك ايده ولكن خدمه خدمة نقية هنا كنحيدو لكينا البنات صدقون يعني كيجي بنين في البسطيلة وهذه كنت قدمتها لكم فرمدان وتحيا اخويا مهدي العيار اللي كانت عجباته بالكنافة هذا وقت لكم بيبيت كلامار كيكون صغير وكيكون ديدة بنات انا كنخدمه مقيلة وكنخدمه في الحشوات سوف يكون هناك النقيه كامل وكما نوريكم الاسياء تشوفو برك الله سوف نشوفو شخص هذا هي العين ديالو البنات وهذه الكحولية رهية تكون مرة تكون فوحة الشوكة اللي شوية تجي واعرف الماكلة ايو هنا البنات بعد مما نقيت البيبيت كلامار ديالي وغسلتهم زيان البنات باش كيحل من الدكتراب وكل شي هو صعيب شوية فهدو لكينا تشوفو برك الله كيلو شوش حل عطاني هنا انا لغمست الشعرية السعينية ديالي كيمشتودة يا ربعة انا عندي البزار عندي الكوركم عندي سكين جبير عندي شوية الكامون عندي البابريكا عندي عندي بهارات ديال السمك اللي كان اخده من عند العطار احضاي هنا بهارات ديال السمك اللي فيهم الملح اللي كتكون فيهم الملحة البيضاء ماشي الملحة العادية وهنا وضعت اسميته الملحة ووضعت هنا الشعر شوية ووضعت هنا الحامض المصير كان حدي لوب ديالو وكانت انطحنه وعندي سوس سوجة وصارت المحار وزيت زيتون هنا سوف يكون هنا ونسما يريدكم ذلك زيتون اخضر هاشي توتا هو فلاشوار هنا ضفت الحار كيضتها الحار هاده كيضتها وصارت المحار لانتعطيكم واحد لاصوس اللي كيضتها واحد المحار هنا تقريبا عندي رأيها القرعة وهنا كنقول لكم هي سالة اليوكين انا ما غدش نريعها غندرفها شوية الماء باش انا شوية الماء فهذاك اللي بقى غدي نذيرها سوف يكون هنا وعندي قرعة اخرى دل صلصة المحار صدقوني يجربوا هاد اللاصوس كيضتها رائعة خاصة بغتتدهنوا بالحوت بغتتدهنوا بالحوت بغتتدهنوا بها بغتدهنوا بحلكار كيضت يبنينا البنات وهنا عندي واحد السر اللي كيضتكم التعليكة اللي كيضتروا المعلميات البنات كتتخذوا بصلا خضارية او لابوروة كتدروها هكا ما زيت الآدية ولا زيت الزيتون والبنات كتشحروها تكتطيح لا تتبقى بينا عندكم بالمرة في الحشوة وهنا بديت كنصوتي في الكروفة ديالي بهادي كننهز ملعقة من السلسلة اللي صيبت معكم الحشوة هاد المارينات وكم دان صوتي فيه وغنصوتي كل حاجة برحدها وفالاخر غنخلط الكل وهنا وهنا البنات كم دان صوتي في الكروفة ديالي كيما كنت لكم اعطيش طياب بزاف مباشرة نحيدو وكم دان صوتي في البيبت كالامار ببيبت كالامار هو الكالامار الوليدات ديالو هنا بقي صغير بقي ما كبرش وكي جيبنين البناس حسن من الكالامار الكبير وهنا قد توجد كالامار كالامار وفالاخر غنصوتي صراحية جيبني وتحيين نازلت الشمال كي يدروا ليسا هو هذه الطريقة اللي دايج ازلت معاكم ريقامونتا كي جيتها هي بنينا دايج ازلت لكم في قناته هنا ذاك البويون ديالو كنحاول اللي كيبكون لاصق هادا كنصفي هادا كنصفي هادا كنصفي هادا كنصفي وحطيت فيه الحشوة كامل ازلت هادا بوصفا ثم نقوم بالأخيرة هي السيجارة حاليا و庸ر من محمدية تحييالنس البرنوسي نجدها من برنوسي زمينة كم بدلنا اخذ الحشوة ديالي ودرت فيها تأذيت فيها فرماج مود زغال وكندروا تفل من الفوق وكندواها على شكل حزمة وسافيك تجعلنا وريدة بحالة كونت وما لكم الاختيار سافي وكندر بحالة كنقلبها وكندر صفار بيضة البنات كي يستقهم زيان وما تتحج لكم خلت ورقة عيانة صراحة انا سبطني الورقة فدرت عير سبعة وسافيك تخليت الحشوة نعود نجيب ورقة خرامة البرنوسي ونكملها سافيك تكملوا بح هاكا هات الشكل هادا غان عاود معكم واحدة اخرى ولكن الصراحة انا اخذ دم فوقت حسنيني رحطتها في الجن لك نقلقها فيها شتقوبات احنا بنسبة لقد قطع ورقة صغيرة في الدائرة ديال الزلافة وحبز الحشوة سافي هنا كنديل الحشوة كنديل فوماج وكنلويها بحالك البنات سافي على شكل حزمة وكمدان قادة بحال هاكا وكنديل صفار بيضة لك الصفار البنات بحالك يكون لها كي يسدها البنات سافي غانستمر هكا تكمل كونتشتي كاملة لانا كنت لكم ما غادرش حشوه شوية عامرة خليتها او كي كون هادا ها الكونتشتي اللي خدمت بها وكليكم هادا كنت لكم هادا قليت لكم هادا جوانب اللي خليتهم ها بتقطعوا ليه سافي غانده الصباح هذا غادين درتم في كونجيلاتور درتم ودخلهم كونجيلاتور هنا كنافة ديالي كنقسمها على نصًا عندي سكيلون كان دوب تقرم حصص ميات قرام دير الزبدة وكان دير سكر غلاسي وكان دهل المون ديالي بالزبدة وكمنا نحلها بحالك الكالبنات كنحلها قبل ونحلها بعض ما كتردت لها بالزبدة وكنا نحاول نفرجها في المون ديالي وكنا نحاول نغمسهم فضوح الطقوبة باش يجابوا كاملين هناكي يصورني جاد مشاهدون لمدة لمدة متطبعه اذا أردتنا فعلت قليل فأكد حولتها جيدة ، سوف ارغبى في هذه الحلقة ودربها أبناء كما ارغبوا الامر يوجد ارغب المنزل بزاف اللغة اندهنوا في اللغة تشوفو في الاخير. طافي كتبقوا تخشو بحالك ايديكم وانتم مخدامين. وضروري كتبقوا تخشو بكم في ذلك التقوبات باش مني كتبقوا الحشوة ديالكم اه كي يجوا هما من الشكل ديالهم باينين. وكتبقوا هكت عفطوا بيدياتكم. هنا عندي يجوشكي سان ديال السكر ساندة وتقريبا كاسونس ديال الماء مع زهرة البرتوقال. هنا خصوكي يجيكم بحالك البنية تتقيل. هنا غنزيد سولطة البرتوقال وغنزدو فوق البوطة. هنا واحد قديت واحد تقريبا مئة غرام ديال لوز وهنا تقريبا واحد تمانين غرام ديال السكر سانيدة اللي دوتا. وغنزر كغميزة لللوز بشوفوها وطحنتو بعد ما تكملها تحنتو. وغنزر كغميزة ديالي موت زغال. وغنزر داك اللوز لتحنت كغميزة يجيزوين البنية. ونسديها بكنافة. هذه الكنافة وهي جميلة لديها الثانية لاتحلوها. هذه الزبدة هي بعد ما تدهن سرطها بالزبدة. ودرت لها سكر جلسي. وبدأت بكنافة. وانستغطيها كافة. لننضغطها ممزيين. ونحن نضغطها جيدا. ونحن ندخلها الفرن. بعد ما خرجت لي هيك تخرج حمراء. ثم يرغبها ونقوم بصغير صغير لتصغير بالبنات يجب ان يكون قيل بصغير ونبذأ اغلق بصغير لان لا تريد ان يكون يسخونة بصغير يكون باردة انا جميلة مزيدة انا اضعها مزيدة يجب ان تكون قيل بصغير وهنا كما تشوفون باللوز إيفي لي لم تحملوش و وجات واحد ماداقات رائعة تجربوها و ستحسون بماداقات اللي كنقول وهنا لطقت اللوز اللي دايجة باقتها جمعاكم بزاف المرات اللي جاتها هي رائعة وهنا باش غاتين نصيب النجمة ديانة اللي عاتبوا دائما ان شاء الله نجمة مغربية كتدوبو الشوكولات البيض غيش و كترسمو هنا في بابي كويسان النجمة وهنا كتدودو زفاها كغليدة باش كتجين رقع لباليكم وهذا والقلاساج اللي داجا عندي في كونشاتور اللي دائما عندي حمر غالي ندر تبا غماغي باش نقلاسي القاتو ديالي هنا بعض ما خرج القاتو ديالي من كونجيلاتور كان ديالات الشالي مبجغية كتتحبط السيركل و هادي شوفو كيفاش كتجين فيني قبل ما ندير لها القلاساج وهنا مباشر بعد ما كيتدفالي القلاساج كان اخوبي مباشر شوفوا القلاس كيبقى نامع و كما كانت لكم هوا خدمت ميش حال و عندي ولكن كيبقى بروفيسيونال يعني كنخدمو وهادي القطو ديالي بعد ما قلاسيتها درت الفودور و درت النجمة هنا صفي بعد ما وجدت كل شي بقيت ليل بسطيلة حتى الطابلة ديالي كما كانت شوفو الأول صفي هنا خديت بسطيلة ديالي بعد ما حيتهم السلوفان دهنجهم الزبدة و دختهم فرنديجة سخون و هدا وش كنائي بعد ما قلت لهم الحامض و الكوفير كيبقى عليكم تزيل اللي بغيتو بجيك تقيبالك تبقى على وردة كتحطو فال اللي بغيتو و هنا كيبقى طيلة ديالي من الداخل صدقوني عجبت خواتي و عجبت ديوفي الحمد لله أنا قلت لكم ما في هاش الفرق ولكن جات بنينا جربو هاردو علي فتو على هاق و هنا غادي نوريكم حتى الطابلة ديالي لسيقر ديالي كانت متنوعة ما بالمال و حلو بأفكار جديدة و أشياء اللي جدي بسيطة و هنا ضروري حاضر القرعة مغربية و كل شي موتا مغربي تفدم الحمد لله ولدي لابسين تتوني فرحاني و احنا كنت فرجوه هنا في المارتش و كاملنا كبير في الله سحنا سعنا ويربحو شوفو هنا قطعت شوفو كيفاش لنفيني يالغاتو شوفو شوفو كيفاش كاتجي صدقوني رأي حاجة خدمتهم من القلب كاتل شوفو هذك القرماشة كيفاش كات ديال اللوز و كانت هذي الطبيب لديالي كان كلكم حبابي ما تنسوني شماللايك والاشتراك والبرتاج فدائما تشجيع ديالكم كما كانت هذيكما كنقول دائما حماس وقوة باش كان ضعفه و لكن كان شوف التشجيع ديالكم كان نزيد القدام و أي واحد كانت شجعيها كنت عنده واحد للرغبة أنه يزيد و كما المنتخب ديالنا منشافك داك الجيش اللي تابعه و كيش جعه فأنه مسكين وخاك يطحك يعياك يا طيفك هذا لك أنا وهذا بعد ما صدنا نحول نكن نحتفل في الربح